مررت في مجلس النواب العراقي وزارة الكظمي بخمسة عشر وزيرا ورفض منح الثقة لوزراء التجارة والعدل والثقافة والزراعة والهجرة وتأجيل التصويت على وزيري الخارجية والنفط والتي وضعت نصب عيونها منهاجا حكوميا تنفيدي للمرحلة الاقتصادية المقبلة وفق ما يمر به البلد من صعوبات وازمات لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيطي الاستراتيجي في العراق اصدرت تقييما لذلك المنهاج وصفة اياه بالمنظم مقارنة بالمناهج السابقة كونه ركز على الاولوية الملحة على الرغم من اوجه القصور التي تعيق نجاحه في تحقيق ايا من الاهداف المذكورة على المستوى الاقتصادي على الاقل سبع ملاحظات جاءت من اللجنة النيابية اغلبها اقتصادية ابرزها اعداد موازنة استثنائية تراعي هبوط اسعار النفط وتراعي المحافظات الجنوبية المحرومة والمحافظات التي تعرضت للدمار واقليم كردستان والتعامل مع ايرادات شحيحة ونفقات عامة توسعية في ظل عدم وجود ادوات مناسبة لتحقيق ذلك وكيفية تحقيقها اضافة الى عدم وجود اية اشارة الى رواتب الموظفين والاليات التي يمكن من خلالها تحقيق التوازن بين الارادات الشحيحة والنفقات التشغيلية الضخمة والعجز الحكومي الذي قد يفوق الستين تريليون دينار عراقي مشيرة الى ان موضوع تأمين رواتب الموظفين اختبارا صعبا لحكومة الكاظمي كان ينبغي الادلاء باليات واقعية للتعامل مع هذا الملف الخطير فكيف ستتعامل الحكومة الجديدة مع هذه الملفات اشتركوا في القناة